موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي جماهير نادي الأهل العظيمة جماهير أعظم نادي في الكون أهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة من الستوديو التحليلي على قناتكم وقناة النادي الأهلي ومباراة مهمة جدا 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 وعودة أخرى للدوري المحلي بعد الانتهاء من ماتشين وفاق الصيف الجزائري اللي ربنا وفقنا فيهم وتأهلنا لنهاء دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي قدنا المهمة بنجاح الوصول للنهائي كان أول مطلب المطلب اللي جاي إن شاء الله إن شاء الله البطولة رقم 11 ناقص خطوة خطوة على اللقب الحداشر في تاريخ المارض الأحمر قبل ما نروح لماتش النهاردة عايز أتكلم عن ماتش الوداد المغربي هنتكلم عن الفترة اللي فاتت وهنتكلم على ماتش النهاردة بس خلينا أتكلم على ماتش الوداد المغربي الأول ماتش الوداد المغربي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتان محمود الخطيف في نعقاد مستمر بيحاول يسلك كل الطرق المشروعة للحفاظ على حقوق النادي الأهلي وجماهيره بس خلينا أقول حاجة هنا وبعدين أكمل اللي حصل وارجع أقول نفس الجملة في الآخر لو حنلعب في المريخ النادي الأهلي إن شاء الله قادر إنه يجيب البطولة من البداية كده المجلس إدارة بيشتغل فيه دلوقتي أو شغال عليه دلوقتي برئاسة الكابتن محمود الخطيب عشان يحفظ حقوق النادي الأهلي العظيم وجماهيره وجماهيره الأعظم فده حفظ حقوق تقدم الكابتن محمود الخطيب بشاكوة رسمية للمحكمة الرياضية ضد قرار الاتحاد الأفريقي طبعا باسم النادي الأهلي القرار المجحف القرار اللي هو في ظلم باين القرار اللي هو إقامة نهاية البطولة لتاني مرة المرة دي بقى في ملعب غير محايد ليه ملعب غير محايد؟ لأن ده ملعب خلي بالكم اللي أنا بتكلم فيه دوت بتكلم على الجزء الخاص بالاتحاد الأفريقي الأشقاء المغربة على رأسنا من فوق ما لهمش علاقة باللي بيحصل إحنا طول عمرنا أخوة وأشقاء في المغرب وهتفضل كده علاقتنا بيهم طيبة مدى الحياة لكن الأهلي بيشتكي الاتحاد الأفريقي اللي اتغذ قرار فيه ظلم وإكحاف وما بيش تكافئ فرص وبعدين انت بتلعب على ملعب المنافس والنهايي ماتش واحد بس النهايي ماتش واحد بس يعني لازم على الأقل يكون في ملعب محايد عشان تبعد عنك انت كمان للألسنة تبعد عنك الشبهات لكن انبارح كمان كأن الكاف بيعاند يعني كأن الاتحاد الأفريقي بيعاند انبارح أعلن رسمي إقامة الماتش في مركب محمد الخامس في المغرب يعني هو مصمر والله لو حنلعب فين بإذن الله قدرين أن نحن نجيب البطولة إن شاء الله زي على فكرة نص بطولات النادي الأهلي الإفريقية واخدينها بره ملعبنا وبالأرقام هاجبها لحضراتكو بعد كده النادي الأهلي ما يموش يلعب فين النادي الأهلي بس بيتكلم عن حقوقه بيتكلم عن الظلم اللي افعرض له بيتكلم عن مطلب بسيط للحفاظ على جزء من مبدأ تكافئ الفرص بس كده حضراتكو تبعته طبعا اللي حصل وتبعته مجلس الإدارة والاجتماع واللي كان فيها ست مطالب للنادي الأهلي هقولها لحضراتكو برضو بسرعة عشان النادي الأهلي بيتمسك بحقوقه بيتمسك بحقوقه المطالب مطالب عادلة يمكن أقول لحضراتكو المطالب واحدة واحدة المطلب الأولاني تحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها إيه بقى؟ تحديد ساعة الاستاذة اللي ستقام عليه المباراة دي أول حاجة تخصيص نسبة 50% من هذه الساعة الجمهير النادي الأهلي ليه؟ لأن أنت بتقول إن ده نهائي والنهائي مباراة واحدة نهائي مباراة واحدة يعني لازم يكون فيه عدل في التوزيع بين الطرفين بتقع المباراة النهائية يبقى النادي الأهلي دي 50% والوداد المغربي برغم من المباراة في المغرب يبقى دي 50% هو كمان تاني حاجة النادي حيقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئة والدرجات بما فيها المخصورة الرئيسية المخصصة الأهلي وجماهيره وفقاً لأسعار التذاكر اللي إن شاء الله النادي حيتبلغ بيها من قبل الاتحاد الأفريق ليه بقولي النقطة دي؟ لأن أنت دلوقتي مثلاً قلت إن 40 ألف متفارك في الأستاذ يبقى 20 للوداد و20 ليا العشرين ليا بتاعتي أنا بس بتاعتي أنا بس حتى لو العشرين ألف ما تمالوش تبقى المدرجات أهلاوية تبقى المدرجات أهلاوية يعني دي مدرجات النادي الأهلي حتى لو ما فاش جمهور حتى لو ما تمالوش بالعشرين ألف تاني حاجة اللي إحنا بنقوله أول حاجة مخصصة ليه؟ ساعة الأستاذ إن النادي الأهلي عنده نص الساعة يبقى دي أول حاجة تاني حاجة المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الأهلي اللي هي نص ساعة الأستاذ على جماهيره فقط على جماهير النادي الأهلي فقط وإن الاتحاد الأفريقي لأنه هو ده جهة مسؤولة هيأكد ويلتزم بالكلام دو لأن في جهة مسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة لازم توفر الموضوع دو تالت حاجة المطالبة بالتأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة عناصر المباراة جمهور لعبة تحكيم التأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي اللي بتمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب زي ما شفنا حضراتكم في الماتشات الأخيرة سواء للمنتخب أو للنادي الأهلي وكانت بالصدفة وكانت بالصدفة في نفس الملعب أربعة المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير النادي الأهلي على تأشيرات السفر وبنفس العدد اللي هو نصف ساعة لستاد اللي هتقام عليه المباراة وطبعاً الأغذ بقى في الحزبان دي الوقت يعني احنا بنتكلم على ماتشة هيتلعب كمان 11 يوم أو 12 يوم هيتلعب ويموها 30 يعني الوقت دايق الوقت دايق مايجيش واحد يقول ايه أنا ويوم 30 سوري مايجيش واحد يقول ايه طيب التأشيرات مثلاً هتعود لها أسبوعين طيب ما الوقت خلص كده الماتشة عاد فلازم التأشيرات والحاجات اللي هي معوقة لحضور الجماهير وسفرها من هنا أقصى حاجة 72 ساعة تكون خلصان أقصى حاجة 72 ساعة تكون خلصان نقطة الخامسة المطالبة ودي المهمة جداً 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 بقى المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشارئة اللي هي بين الأهلي والوداد لطاقم تحكيم من أدفق حكام القارة نقف هنا بقى ثانية وحنقولها بالإسم يعني إحنا مثلاً ما نجيش في النهائي نلاقي جسامه هو في الفاينل إحنا بنقول كده هو ما عنا عارفينه مش اتهام ولكن عليه لغط يبقى الأفضل ما يحكمش يا ريت ما نجيش في الفاينل نفاجئ بقى إن إيه إن جسامه هو الحكم نتمنى حكم كفر حكم يكون بعيد عن الشبهات يكون بعيد عن الشبهات ما يكونش أداء قبل كده تسبب في أزمة ما لهوش ميول ما علووش كلام ما حصلش من أي حتة احتجاجات عليه ستة اللي هو آخر مطلب الاستعانة بطاقم تقنية من أوروبا اللي هو على الفار أصوة بما تم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم زي ما تصفيات الأفريقية المؤهلة لكاس العالم جابوا فيها حكام من أوروبا على الفار لازم الماشي ده يحصل في نفس الحكاية هو ممكن يبقى فيه تلاعب آه ممكن آه أنا بقول لكم ممكن في أفريقيا أي حاجة ممكن تحصل عزين كل الست مطالب دي مطالب منطقية جدا مطالب منطقية جدا خلينا أقف مع حضراتكم على الناس اللي بي بتقول إيه لا إحنا كان ممكن ناخد حاجة أقوى من كده ننسحب ليه ننسحب ده أنا بقول لحضراتكم إن نص بطولات النادي الأهلي الأفريقية جايبينها برا ملعبنا جايبينها برا ملعبنا النادي الأهلي ما يموش وبيلعب فيه النادي الأهلي بس يهموا حقه إنما النادي الأهلي يلعب في أي حتى يلعب في أي حتى أنتو عايزينها هم فاكرين كده أن هم حيهدوا النادي الأهلي أو يكسروا النادي الأهلي أو 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 وأو دي خمسين أو إنه هم حيقدروا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله البطولة دي بتاعت النادي الأهلي هيقدروا ان هما يبعدوا النادي الاهلي على البطولة لا مش هيقدروا مش هيقدروا لان السيناريوهات دي او السيناريو ده قبل كده حصل لو تفتكروا حضراتكم حصل سنة 2007 لا النادي الاهلي بيحافظ على حقوقه هو ظلم وان شاء الله ربنا مع المظلوم وان شاء الله النادي الاهلي بطل باذن الله وخليكم فاكرين كلامي ده نلعب في اي حتة ان شاء الله النادي الاهلي هو البطل ان شاء الله النادي الاهلي هو البطل النادي الاهلي ركز على حاجتين ساعة الاستادي بقى النص ونص تاني حاجة ان انا لو ما خدتش كل التذاكر ما تروحش للفرقة التانية ودي حاجة مهمة جدا لازم لان النادي الاهلي هيشتري كل التذاكر بتوعه نص المدرك او نص عدد الجماهير دي مهمة جدا 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 حتى لو ماكملش العدد تفضل المدرجات زي ما هي بتاعت النادي الأهلي التحكيم كلنا عنينا من التحكيم في أفريقيا عنينا عنينا من زمان وما زلنا بنعاني لحد الوقت فأظن المطالب دي مطالب منطقية جدا من تكفلنا أنت ظلمتني في موضوع تحديد الملعب وجاي تحددلي تقوللي الملعب قابليها بعشر تيام لما الودا تكسب هناك ثلاثة واحد بترو أتليتكم ومتمحدد الملعب طبعا يعني ما فياش أي عدالة بصراحة يعني النادي الأهلي بقول لحضراتكم في بعض من المدربين المغاربة لبعض الأندية هناك قالوا لا دا كان فيه إجحاب وظلم للنادي الأهلي أخيه أخرهم المدير الفني بتاع نهضة بركان قال نفس الكلام دا إحنا كلنا ورا النادي الأهلي وورا مجلس إدارته ودعمين ليه بكل قوة في قراراته اللي حفاظ على حقوق النادي دي حاجة حتت بقى إن الجمهور علشان كمان خلي بقى لحضراتكم النادي الأهلي حيساهل مهمة الجمهور في السفر مجلس الإدارة ما سابهاش كده عايمة ما سابهاش بدون المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات الرياضية وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر لجماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات من الكاف والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص يعني النادي الأهلي ما سابش حاجة غير ونقشها غير وشاف لها حلول غير لدرجة إنه هو بيشكل لجنة عشان يخلي بالهم موضوع سفر الجماهير إحنا بصراحة الفترة دي محتاجين مؤذرة جماهيرية كبيرة جدا 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 سواء هنا أو هناك لما نسافر المغرب بإذن الله لأن إحنا عندنا حلم اللقب رقم 11 وبقول لحضراتكم تاني وخليكم فاكرين أنا دايما متفائل الحمد لله رب العالمين وعندي ثقة في اللعبة وعندي ثقة في الجهاز الفني وعندي ثقة كبيرة جدا جدا طبعا قبل كل شيء في ربنا وسقة كبيرة جدا 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 في جمهور النادي الأهلي إن شاء الله البطولة بتاعتنا تلاعب في المريخ تلاعب في الأمر تلاعب في زحل إن شاء الله البطولة دي بتاعة النادي الأهلي